أما قول القائل للآخر السلام على من اتبع الهدى فهذه لم ترد إلا في موطنين من كتاب الله من سنة رسول الله من كتاب الله قول موسى عليه السلام إنا قد أحيى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى وأن السلام على من اتبع الهدى وأن السلام على من اتبع الهدى أو كما في الآية عزراً إن كنت أخطات في لفظ في الآية أما في السنة فرسالة رسول الله إليها راق suk رسالة رسول الله إلى هرقل قال له في رسالته من محمد عبد الله ورسول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسول إلى هرقل عظيم الروم السلام إلى أن قال السلام على من اتبع الهدى فبعض أعضاء جماعات التكفير يعرضون بذلك لأهل الإسلام وأهل الاستقامة فكي يفر من عدم إلقاء السلام يعرض بقوله سلام على من اتبع الهدى هكذا يصنع بعض أعضاء الجماعات المبتدعة يصنع بعض أعضاء الجماعات المبتدعة ولا يقول إنها لا تقال مطلقا إنما إن ظن بالشخص أنه من جماعة فيها شطت وفيها بعد عن نهج السنة والجماعة فالأليق به أن تكون شعارا يستعمله مع من يظن فيهم أنهم ليسوا عندهم بمسلمين فليتفطل لمثله وليحترز من مثله والله أعلم وليحترز من أعضاء الجماعات المبتدعة وليحترز من أعضاء الجماعات المبتدعة